أبو محمد يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو علم ينتفع به يقول ما هو المقصود بالعلم الذي ينتفع به وهل يقتصر ذلك على العلم الشرعي فقط أم أنه يشمل كافة العلوم الدنيوية النافعة هذا خاص بالعلم الشرعي هذا الذي جاءت به الأنبياء العلم الشرعي وأما علوم الدنيا فالناس يدركونها بخبراتهم وتجاربهم يدركونها بخبراتهم وتجاربهم فالرسل ما جاءوا ليعلموا الناس أمور الدنيا وإنما جاءوا ليعلمهم أمور دينهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم وأيضا له تتمة يقول المساهمة في طباعة الكتب هل يدخل تحت العلم الذي ينتفع به؟ يدخل في نشر العلم يدخل في نشر العلم والذي يطبع الكتب النافعة ويوزع له أجر عظيم هذا من نشر العلم ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر